صار إلنا سنتان تقريبا عن متعامل مع الكورونا كل مرة بيطلع لنا مشكلة جديدة واحد من هالمشاكل هو المتحور دلتا قبل ما نحكي عن هذا الموضوع خلينا نذكر كم شغلة عن كوفيد 19 الفيروس يلي سبب الكوفيد 19 اسمه SARS-CoV-2 من أول ما بلش لهلأ أصيب تقريبا 219 مليون شخص وهيدول بس الحالات يلي عارفين عنهم وتسبب بمقتل تقريبا 4.5 مليون شخص بتم تشخيص الكوفيد 19 من خلال تحليل مخبرة تشخيص بفحص المريض وحده صعب لأن العديد من العلامات وأعراض الكوفيد 19 يمكن تكون ناجمة عن أمراض أخرى بعض الأشخاص المصابين بالفيروس ما متبين عليهم حتى الأعراض اعتباره من تموز 2021 صار في عنا أربع متحورات رئيسية انتشرت بين سكان العالم أول شي متحور ألفا المعروف صابقا باسم متحور المملكة المتحدة والمشار إليه رسميا باسم B117 تم العثور عليه لأول مرة في لندن وكنت متحور بتا ومعروف صابقا باسم متحور جنوب أفريقيا والمشار إليه رسميا باسم B1351 ثالث شي متحور جامع كان يسمى صابقا متحور لبرازيل ويشار إليه رسميا باسم B1 وأخيرا متحور دلتا كان يطلق عليه صابقا اسم متحور الهند ورسميا مشار إليه B16172 اليوم نحن معضونا عن متحور دلتا وحتخبرنا عنه الزميلة دكتور أماني موسوى بحيث الفيديو بدنا نحكي عن سلالة دلتا من فيروس كوفيد 19 وأهم الأشياء اللي لازم تعرفوها عنه أولا تعتبر هذه السلالة أكثر عدوى من سلالات كوفيد الأخرى ظهرت لأول مرة في الهند بديسمبر 2020 ومن ثم اشتاحت الهند وبريطانيا بسرعة كبيرة حتى أصبحت البديل السائد بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا عبرت CDC أو مراكز مكافحة الأمراض والحماية منها عن هذه السلالة بأنها مثيرة للقلق بسبب سرعة انتشارة وكونها أكثر عدوى بنسبة 75% من سلالة كوفيد الأصلية بأثر دلتا على الفئات العمرية الصغيرة أكثر من المتغيرات الأخرى فلقد أثبت الدراسة أجل بالمملكة المتحيدة أن الأطفال والبالغين دون سن الخمسين هم أكثر عرضة بمرتين فاصلة خمسة للإصابة بمتحور دلتا والمشكلة أنه حتى اليوم بعد ما فيه لقاح متفق عليه عالميا للأطفال دون سن الاثناشر سنة ثالثا بالنسبة للعوارض العوارض الأكثر شيوعا مع دلتا هي الصداع، التهاب الحلق، سيلان الأنف والحمى أما بالنسبة لفقدين الرائحة والسعال فيعتبروا أقل شيوعا مع هذا المتغير في تقارير بتربط دلتا بعوارض أكثر خطورة مثل ضعف بالسمع، مشاكل بالجهاز الهضمي والجلطات الدموية رابعا والأهم، طريقة الأفضل للحماية من هذا المتغير، متغير دلتا هي التطعيم الكامل أثبتت الدراسات فعالية لقاحات فايزر، مودرنا وأكسفورد أسترازينيكا تجاه هذا المتغير كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام جرعة ثالثة من لقاحات فايزر ومودرنا للأشخاص اللي بعينوا من ضعف بالمانع أخيرا لازم نعرف أن ويروس كورونا رح يستمر بالتحور وتطوير أليات جديدة للغروب من اتفاعات المناعية بالجسم كلما زاد عدد الإصابات، كلما زادت فرصة حصول التحورات الجديدة كرمال هيك رح يبقى تطعيم الحل الأنصب والأفضل للحد من انتشار العدوى لذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر